اشتركوا في القناة كده كترة في عياداتنا النفسية بنلاقي عندهم مشكلة كبيرة جدا عند المعالجين النفسيين بتخليهم يقططعوا من وقتهم وفلسهم علشان يروحوا للدكتور ويقدر انه هو يفيدهم ده لو هم عايزين اللي عايزة اوصلك لي ان فيه فرق كبير جدا ما بين احساسك بالراحة وشعورك بالسعادة اللي اتنين يا عزيزي مش مرتبطين ببعض خالص انت عشان تحس انك مرتاح ممكن تحس بالراحة من غير ما تعمل حاجة اصلا ادخل نام هتستريح بس لو نومك زاد عن 8 ساعات وفي رواية لو وصل اكتر من 10 ساعات وفي دراسة لو عد اكتر من 12 ساعة هيبدأ احساسك بالراحة يتقلب لكم من المشاكل الجسدية والنفسية ممكن تعوقك عن انك تعيش بقى يومك اصلا اما علشان تكون سعيد لازم تعمل حاجة تخليك سعيد عشان تحس بالسعادة فعلا اللي هي يعقوبها الراحة اللي انت بتسميها لازم تقدم على بعض الامور تخليك مبسوط بعدها السعادة شعور بتحس به بيجي من حركة مش من سكون السعادة انك تبسط نفسك اولا ثم تحاول تبسط غيرك ثانيا ثم تحاول تقدم لنفسك وتقدم لغيرك وتقدم لدينك وتقدم لوطنك وتقدم لكل اللي بيشوفك وبيسمع عنك وعايز ياخد منك كل حاجة ربنا خلقك بيها السعادة انك تشتغل على نفسك فتقدر تقدم لنفسك الحاجات اللي تخليك سعيد اسأل نفسك بقى كده قد ايه الخلطة ما بين احساسك بالراحة وشعورك بالسعادة اللي اتنين هما ضياوا عليك وقت كتير جدا وانت متخيل ان المجرد ان انت قاعد ما بتعملش حاجة ده كافيره انه تخليك مبسوط اي شعور هتحس بيه سميه في مخك اشتغل عليه في افكارك ابدأ نفزه في سلوكك احصد سماره في حياتك وهديك مثال صغير جدا كل واحد ممكن يحس بالراحة لو في وقت قصير قوي قدر يقططع لنفس وقت يكون مبسوط فيه ازاي؟ انك تبسط نفسك ده بالحاجات اللي انت بتحبها مادية او معنوية انك تبسط غيرك هتحس انك ليك ايمة عند نفسك وعند غيرك سواء بالحاجات المادية او الحاجات المعنوية هنا انت اسمك حسيب بالسعادة وبعدها في شعور بالراحة كل ده جيه من حاجة انت عملتها اهم حاجة ممكن تخليك مبسوط وسعيد وحاسس انك مرتاح هي انك تنجح تنجح في علاقتك بربنا او تنجح في علاقتك بالناس وده مش هيحصل الا لما تنجح في علاقتك تكبيك انت الاول اعرف انت ايه وعايز ايه واشتغل عليه لما تحققه هتحس بالسعادة بعدها هتحس بالراحة اشتركوا في القناة